فضيلة الشيخ، هل ممكن أن باب الشوق الشوق الطراء لباب الخرق السوفية يستعملون شياطين الجد الإعراض المتعددة؟ وكيف يتموا ذلك؟ وما هي طريقة مواجهة هذه الطاهرة القاطرة على المنتج الإسلامي؟ نعم، قد وجد شيء من ذلك كما أشار إليه الشيخ الإسلام من تيمية وغيره عن بعضهم أنه قد يطير في الهواء وقد يمشي على الماء وقد يخبر عن الشيء الغائب وهذا ليس من قبله هو وإنما هو من قبل الشيطان الذي تعامل معه فإن الشياطين تحملهم في الهواء وتحملهم على الماء وتأتي لهم بالأخبار من بعيد بشرط أن يخضعوا لهم وأن ينقادوا لأوامرهم وأن يشركوا بالله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى عن أمثالهم ويوم يحشرهم جميع أيام عشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار محواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون قد ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية أن استمتاع الإنس بالجن أن الجن يخدم الإنس بما يريد وأن استمتاع الجن بالإنس أن الإنس يخضع له ويذل له ويطيعه بما يريد كما قال سبحانه وتعالى في آية الأخرى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزالوهم رهقا هذا شيء معلوم نعم